كانت الأطباق النازية استخدمت كاستخدام تجريبي في نهاية الحرب العالمية التانية وقبل انهزام ألمانيا ما كانتش لسه استخدمت كآلة دفاعية بالقدر الكافي لكن اللي حصل إن ألمانيا تهزمت أول حاجة عملتها حكومات الحلفاء وبقيادة أمريكا بالذات وروسيا بالذات نوم راه واخدين كل ده بعد هزيمة ألمانيا آه بعد هزيمة ألمانيا أول حاجة عملوها هو أخد كل ما يتعلق بالبرنامج السري الفضائي النازي وتعاملت عملية عسكرية مشتركة بين أمريكا وبين المخابرات الروسية اسمها بيبر كليب العملية دي كانت بتتبع لأن البرنامج الفضائي النازي ده كان شغال فيه يعني كم من العلماء طبعا على قمتهم علماء معينين منهم زي ما قلنا فيكتور ريشبرجر بس تحقيق آلاف من العاملين عملية بيبر كليب دي كان من أحد العملية اللي وظف فيها الآلاف من المخابرات تبعين المخابرات الأمريكية ومخابرات الروسية بتتبعوا كل من عمل في البرنامج الفضائي الألماني وأخدوا يعني كانوا بياخدوهم بالعافية لدرجة أنهم يعني يعني فيكتور ريشبرجر ما كانش موافق عتقان معهم وتم خطفه وتم عزله كمان أخدوا الآلاف من العلماء ومن كان يهرب منهم كان يقتل أخدوهم على أمريكا أمريكا كان عندها منطقة تجارب في صحراء نيفيدا اللي هي سميت بقى اللي هنتكلم عليها اللي هي المنطقة 51 لكن دي كانت للأول كانت منطقة تجارب وكانت تجارب فيها لبدايات تجارب القنابل والقنابل عنكودية وقنابل نوية بتاع عملوا فيها قاعدة كبرى جدا تحت الأرض القاعدة الكبيرة بقى اللي عملوها تحت الأرض في المنطقة 51 دي كانت بداية بقى القواعد إحنا نتكلم لسه عن قواعد الجوفة الأرضية وكده خدوا بقى ألم وكل ما يتعلق بالبرنامج الفضائي الألماني وعلمائه وأكبروا الناس دي إنه يتعامل معهم وكانت تحت إشراف يعني دخلوا معهم عملوا بقى اتفاقية كمان فيما بينهم إن مخبرات الدول الكبرى اللي هي كانت تمثل الدول الحلفاء وخاصة أمريكا بريطانيا أمريكا بريطانيا روسيا دي المنطقة 51 بس لسه هنتكلم شوية جميعا شوية على 51 يعني ها دي منطقة 51 كمان الدليل على إنه يعني إحنا نقول بعد كده زي المنطقة دي تتبع المين عشان الناس اللي هي بتنكر إن المسيخ الدجل حر وإن هو يقود لحكومة العالم الخافي نتكلم في الموضوع ده عشان من الأخباطش الناس مو من نهاية راحت العملية دي جمعة كل ما هو متعلق بهذا الأمر وكل العلماء المتعلقين به وأخدتهم على قاعدة سرية إنشأت خصيصا لهذا الموضوع في المنطقة 51 في جوف الأرض يعني عملوا قاعدة كبيرة التعامل مع هذي الكائنات وإيه هي الكائنات دي وكيفية التعامل معها والكلام ده مثل يعني معضلة كبيرة جدا فتم إخفاء هذا عن العالم هذا الأمر عن العالم عمدا إنه تم أخد الوثائق دي خبوا عنهم دي خبوا الحاجات دي ولا حد يعرف بالعالم حانو عن دي حانو كانت الأمور دي نكمل بعد الفاصل دكتورة مايا في الربع ساعة تلت ساعة اللي فاتت كانت بتتكلم من حدوثة الحالات الفضائيات دي من قرل السبعتاشر 1712 في أول قرل السبعتاشر إنما أكتر ناس بدأوا يتحركوا نهاي الألمان واللي هي مجموعة سمت نفسها فريل ودي كان على اتصال بقى كعبد الشيطان وحالات دي كلها وصلوا لغاية موصلنا في أولي التلاتينيات كان تقريبا الألمان على اتصال بالعالم ده اللي هم الرمضين ده عالم آخر غير الإنسان وتوصلوا لي ومفي حالية كتير ويا وردت لنا صور لهتلر وزي هتلر تالي كده ووردت لنا صور عايز أقول لحضراتكم دكتورة مايا القضية معلومات كثيرة جدا وعندها فيديوهات كل كلمة بتقولها في فيديو وصورة وصيقة بتأكد عليها هنستحمل بعض ونقعد يعني هنستناها إنما هي كل كلمة هتقولها هتدل عليها نكمل بقى نكمل الموضوع وبرضو أنا بأكد على حضراتكم ومش فيديو واحد يعني هي الأسف هي ملايين أنا ممكن كمان هتديهم هتديهم قناة كاملة على فيديوهات بيتم رفعها من على اليوتيوب هتديهم قناة كاملة فيها 200 فيديو مدلل على كل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ومواثق مش يعني هنقدر ندي هنزلوهم في الفاصل تكتبيه ونخليهم يطلعوا على وفي نفس الوقت يعني احنا عشان الناس ما تفصلش من القصة تفهم إيه القصة فأنا أحاول نحنا نتكلم ونشوف مع بعض الصور عشان الناس تكون الفكرة العامة وبعد كده إن شاء الله على كل اللي قلناه هنشوف فيديو لأن كل فيديو عايز الواحد يقول أهو كذا 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 فعايزين الناس تاخد الفكرة عشان ما اضعش نعم بسأنا عشان خطرا النهاردة اللي حضرتك هتقولي كلمتين انت هتشرح إزاي الألمان وإزاي اللي دخلوا في هذا المشروع لسه فيه تفاصيل مهمة طيب تقولي تفاصيل بس كل دقتين تلاتة الرسائل بتبين لي من الترمومتر عند الرسائل هم الغدواتي ناس إيه ما الآن فإحنا عايزين نقول للناس صدقونا أدهو هو غير صدقونا بس ان يا جماعة يعني معلش برضو بأكد تاني الموضوع ده ما بيتفتحش لمجرد الإصارة أو فتح موضوع مسير أو فتح موضوع نقول الحقيقة كذا موضوع ده بيتفتح عشان حاجة مهمة جدا 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 ان الموضوع الغزو خديعة الغزو الفضائي اللي هنتكلم عليه وعلى كيفيتها كنتمعد انها تبتدي في 21 ديسمبر والواحد ما كانش عايز يتكلم في الموضوع ده أو يصطبق الكلام في الموضوع ده واحتمال تظهر في الفترة اللي جاية احتمال تكون قريبة واحتمال الجدول الزمني بتاعها تأجل لان انا عايز اقول للناس ان موضوع 21 ديسمبر وخديعة نهاية العالم والكلام ده فيه اجهزة كاملة قاعدة اسمها اجهزة مراقبة الوعي الجمعي ودي اجهزة متخصصة وهم عشان كده بيعملوا منوبليشن للناس أو تلاعب بالافكار عشان بيدرسوا ردود الافعال ردود الافعال دي على مستوى العالم بترصد وبتدرس ومحطوط لها جيش من المتخصصين خديعة الغزو الفضائي كان معد انها تبتدي من 21 ديسمبر جدولها الزمني اتأخر لكن ما عادش فيه وقت ان الناس تنكر ما عادش فيه وقت ان الناس ما تصدقش وده موضوع في غاية الاهمية ليس للعلم بالشيء لكن احنا عشان الموضوع ده احتمال نتعرض له وهيعتمد على عدم علم الناس به والخديعة اللي هتتم مع الناس فالموضوع ده ليس موضوع من الخيال العلمي ولا كده مهم نكمل بعد ما هم اخدوا كل التقنيات الالمانية وعولماء المانية وكل الملفات الخاصة بالموضوع كل الاوراق كل حاجة وعلى القاعدة 51 اللي اتعملت المنطقة 51 اللي اتعملت فيها منطقة جوفة ارضية او قاعدة سرية تحت الارض في نفس هذه الفترة اللي هو كانت في نهاية يعني في نهاية او في سنة 45 اللي هي نهاية الحرب العالمية الثانية او في الوسائق من احد الاوراق اللي اخدوها خرائط تدل يعني انا ممكن اطلب اللي هو من ملف هتلر والكائنات اللي هي الخريطة اللي كانت بتاعت هتلر للعالم الجو في ارضي اطلب الصورة اللي هي بتاعت من ملف هتلر يلا يلا ماشي ماشي على ما يدوروا عليه لقوا الخريطة ديت وفي غيرها كمان خرائط بتدل على ان ازاي الاطباق الطائرة ديت يعني هم ما كانوش فاهمين يعني ايه ان دي الكرة الارضية وازاي ان بيتم دخول اطباق طائرة من فتحات معينة والخريطة دي كانت مكتوبة بلغة غريبة جدا بعد طبعا علماء اللغة وبعد كده لقوا ان اللغة دي قريبة جدا من اللغة اللي هي تسمى لغة sans secret اللغة دي من اقدم اللغات على الارض ويعتقد انها لغة العالم الاخر او مثلا الجن او الكذا او الكذا او الكذا وهنتكلم طبعا على الكأني تتعمل اتغيره في الصور يعني مثلا تتغيره في حاجات ما اسمته على صورة عشان تشلح لنا الخريطة اللي هي قبل كده اللي هي بتاعت جو في الارض ايوها الخريطة ديت خريطة دي طبعا يعني كانت مهمة معلش نخلي الخريطة دي شوي الخريطة دي كانت مهمة جدا في وصائق هتلر لانهم كانوا عايزين يعرفوا كيفية التعاون مع زي الكأينات وازاي هتلر اخد منهم هزي التقنيات وايه وجه التعاون وايه وجه كذا ويعني ايه الخريطة ديت والعالم المجهول تماما عنهم دوت المهم كان فيه جنرال ادميرال سوري معروف جدا اسمه ريتشارد بيرد ريتشارد بيرد دوت كان ادميرال في السلاح الجوي الامريكي اه الادميرال دوت كان حقق اه ميداليات لانه هو عمل اكتشافات في القطب الجنوبي اه مهمة جدا طار كان اول من طار فوق القطب الجنوبي وسجل وعمل خرايط وكذا وكذا وكان من احد الحاجات اللي سجلها ريتشارد بيرد انه لقى فتحة عجيبة جدا في القطب الجنوبي ما قدرش نواطير يعني لمنتصف المنطقة ويستكشفها بس لقى فتحة عجيبة جدا في القطب الجنوبي وده كان من احد فتحة في الأرض نفسها عميقة جدا يعني تعتبر فتحة مش شايف إيه جوا فيها وإن هي كان في الأوقات الليلية بيظهر من الفتحة دي حاجة اسمها شفق غاز أو حاجة زي إضاءة هو سموها الأورورة فيما بعد فالموضوع ده كان غريب جدا الموضوع من أنه سجل ملاحظات كتير وكده فجأت أمريكا بعد اللي عملته مع ألمانيا والقاعدة اللي عملتها راحت موكلة الأدمرال ده الادمرال ريتشارد بيرد ابتدت عملت مشروع كبير جدا اسمه المشروع الأحمر المشروع الأحمر ده كان يتخلله عمليات محددة يعني مشروع كبير كان عايز يكتشف إيه العالم دوت وهل إحنا فعلا أرضنا جوفاء وهل في مدن جوفة أرضية وإيه طبيعة الكائنات ديت وإيه اللي ممكن نعرفه عنهم وإيه موضوع ده ريتشارد بيرد المهمة النهية يعني حصل توكيل لريتشارد بيرد وتوضع معيه ستة ألاف من الأسلحة المختلفة لدى أمريكا عشان حاجتين مهمين بدايتهم إنهم ملقوا إن بعض الفيالك من أتباع الجيش النازي وكده اتجهت يعني هربت لقارة أنتارتكي اللي هي القطب الجنوبي وما كونش عارفين ليه فبعد ما شافوا الخرايط دي يعرفوا إن في حاجة الناس دي بتهرب لمنطقة محددة لدرجة إن فيه وصائق بتثبت إن اللي تم عدمه ده مش هتلر بس أنا مش عايزة أفتح الموضوع ده لإن هتلر برضو هرب مع الصف وبتوعه للقطب الجنوبي لفتحة القطب الجنوبي أنا مش عايزة أفتح الموضوع ده عشان ما يحصلش يعني وعشان مش موثق لا هو موثق بس أنا مش عايزة أفتح الموضوع ده لإن فيه وصائق كتير بتثبت إن اللي تعدم ده مش هتلر وإن هم اضطروا يعدمه شبيه لهتلر عشان منظرهم أمام العالم لإن هم ما كنوش فاهمين إيه الموضوع ده لا يتما يفهموه بهم إن هم بعتوا ريتشارد بيرد مع ستة آلاف من القوات العسكرية لضرب أه أولا بعتوه في عملية لضرب الفيالق اللي هي بتهرب لقرة أنتارتكي اللي هم ما كنوش عارفين ليه هم بيهربوا لهنك وإيه حكاية الدخول من فتحة جوف الأرض دي وما كنوش لسه فاهمين الموضوع فابتدوا أنه هم ما يجتمعوا مع علماء روسيا ومع علماء كذا وعادتوا حاجة يعني كان بقيادة أمريكا اسمها المشروع الأحمر ومشروع الأحمر ده يضم خلاله أكثر من عملية تحته من أحد أهم هذه العمليات اللي هي تولاها برضو ريتشارد بيرد مشروع اسمه هاي جامب أو القفزة العالية وهم وكله ريتشارد بيرد بعد ما هو قاد برضو عمليات لضرب الفيالق اللي بتروح وضربهم فعلا يعني آه يعني هو قام بكذا عملية لضرب الفيالق النازية اللي كانت عمالة تهرب إنما ما قادرش يقرب من الفتحة دي ده في الأول يعني هم ما اختروه عشان هو كان عمل رحلات وسجلها في القطب الجنوبي وقدم وكان واخد ميداليات وكان واخد نياشين إنه هو كان عامل اكتشافات مهمة جدا في القطب الجنوبي وكان أول منطار فوق قارة أنتارتيكي نفسها وسجل اللي هي الملاحظات الغريبة دي ده كان في يعني كان في نهاية التلاتينات قبل نهاية الحرب العالمية التانية فطبعا بعد ما هم أخدوا المشروع النازي الفضائي بالكامل بعد نهاية العربية الأولى نهاية التلاتينات وبعد الحرب العالمية قبل التانية آه قبل ما تنتهي التانية قبل ما تبتدي التانية إنما هم بس تعانوا به نتيجة الخبراته إنه هو يقود العمليات اللي هي بعد هزيمة ألماني إنه كان خبير بعد أربعة واربعين آه آه يعني بعد أربعة واربعين زي ما قلنا من العملية المهمة جدا اللي قدها الجنرال الأدميرال ريتشود بيرد هي عملية ها جامب عملية ها جامب كانت عملية راح مع ستة آلاف قوة عسكرية من ست آلاف مقاتل عملية دي موصقة وهو صقها في يعني موصقة بكذا جانب سواء من الناحية العسكرية وسواء في مذكراته الشخصية لكن للأسف هي مذكراته الشخصية دي تم التعتيم عليها تماما وظهرت في التسعينيات وظهرت بصورة سرية مصربة عن طريق أفراد عائلته ومذكرات دي موجودة وهنشوفها برضو في فيديوهات انشوفها ملاحظة